القراءة فيها طاقة مائية كتير طاقات نارية وترابية وهوائية كل الطاقات موجودة بس الابراج موجود برج جديد وبرج الجوزاق وفقط وانا حدا برده بشوف برج الجوزاق وبرده برج الاسد يعني بنفع برج الاسد وبرج الجوزاق. طيب تمام. خلينا نشوف طاقتك. طاقة تحكينا فيها انه انت حاليا بدربة حلص بفاية مشروع واحتمال لانكم انه انتم خليين هاي معلاقة للمصير. كل مصير اللي تحركها للامام او مسلا انه مسلا اشي من من الله واللي حدد هي العلاقة. انتم شايتين الشخص هذا ما تباعد زي اخد منكم على جنب وزعلان وقافل عليكم السوشيال ميديا او قافل عليكم اه نهائيا وهو مو مقرب ناحيتكم نهائيا. كمان هذا الشخص حاليا وضع كأنه حاطة حدود لكل شيء قاطع علاقاته مع كل العالم. اعمالها بيفكر بالمنطق والعقل وكمان هو يمكن انسان عقلاني وكلامه حاذ شوي وعنده قراراته ولا رجعته في قراراتي. كمان هذا الانسان اه يمكن يختلف عنكم من مدينة اخرى من مسافة اه تانية. انسان هو مناضج. اه احتمال يكون اه اكبر منكم سنة. اه في فرق في العمر. اه في المسافة. واحتمال يكون من كجول الاخر من اه من جنس اخر من جنسية اخرى. اه من طائف اخرى. احتمال في فرق بين ابناتكو. اه طيب خلينا نشوف. هذا الانسان. شو مشاعر من احده? وزعلان جدا. جدا جدا. لانه حاسس انه انتو درتوا ظهركو الى. وتركته وحيد. هو قاعد بيفكر في الذكريات كليات هاللي بينكم. زعلان على فقدانكو جدا جدا. اعتقد في انفصال في هاي العلاقة. اه كأنه هذا الانسان شافكو انكو لفيتو ظهركو الى. ومسلا ما اعططوه فرصة يصلح الكاسات اللي كبت بناتكو. والذكريات اللي بناتكو لانه هو كل يوم تقريبا قاعد على الاطلال. وبتذكر كل اشي صار بناتكو. اي اشي اه زكريات حلوة. اه المشكلة اللي صارت. كل اشي قاعد بفكر فيه. هذا الانسان حزين جدا جدا من ناحيكو. طيب عقله البطني. بنا نشوف عقله البطني. ده دفل. والله. الانسان هادا زالم عليكو. طيب بيحكو جدا جدا. عقله البطني بتعلق فيكو. وقالده عنده وسوسة. اه في عقله البطني كانه يعني مبيه ده. اه بيفكر بزيادة. عنده تعلق اه في موضوع ما او فيكو انا شاف انه فيكو لانه انا شاف انه عنده خطوة ناحيتكو. اه تفكيره اه اربعة عشرين ساعة بفكر فيكو لانه برده. هو زعلان وقاعدة الزكريات من ناحيتكو. وبفكر في الزكريات اللي كانت ولي صارت وكل اشي صار. اه هذا الانسان عقله البطني. اه مش نخليه يدرك اه اه انه اه انك انت انفصلت عنه. نخليه هو بحالة الزكريات. اه بحالة اه دوهان. يعني كأنه الانسان هذا مش مدرك انه انفصل عنه نهائيا. اه فعند عدم ادراك اه وبعدان هذا الانسان عفكر يبعط لك طاقة التفكير اه جدا يعني يمكن انه ضغط عليك في التفكير يمكن انت باخترع بالك كتير هذا الانسان لانه هو في عقل البطني متعلق فيك جدا جدا ومغلول جدا جدا انك انت كيف تدير الظهرك له. وتركته وحيد وزعلان لانه عنده كوباية اه انسكبت على الارض. هو زعلان نفس الوقت متعلق فيك نفس الوقت بفكر فيك فهو تفكيره ما بهده. نهائيا العقل البطني ما بهده. طب تفكيره الواعي. اه تفكيره الواعي اه هو بحاول انه يجمع كل افكاره هاي. وما يقحه ما يظهرها طعنائيا. اذا هو يعني لانه انا عندي هون يطلع انه هو متباعد انتو شايفينه متباعد. وسكر هاي الكاسة من نحيتكو. فهو بحاول انه يمسك افكاره. وبس بينه وبين نفسه. وما يدير وجهه. ويفرد هاي الافكار قدامكم. او يحسسكو بايش هو بفكر بالزبط. فهو ماسك هاي الافكار العصي كل اياتها. وماشي فيها لقدام رغم انه تعبان في حاملها لان هو هون تعبان وهون تعبان. فهو تعبان جدا جدا هذا الانسان مهلك التفكير فيه كشخص. يعني كأنه بتحسر على الماضي اه والذكريات اللي كانت بناتكم. فهو الافكار اللي بتجي زي الاسهم. تنزل على راسه وهو بدل جمع فيها. بس ما بده حدا يدرك شو هو بفكر بالزبط. اه كمان هو زي كنه اه اه افكاره مشغولة بانها اه مسلا اه يجمع بين العمل وبينك وبين الناس معينين اه اه افكاره بس عقليا يعني كيف مسلا انت قاعد بتفكر مسلا انا اشتقت اه لهذا الشخص هو نفس الاشي بس ما بيظهر هذا الشي نهائيا هو بيحاول يخبي هذا الاشي بس هو زي اه طافح معه ونفسه يظهر هذا الاشي بس نفس الوقت شافك انه انت ديرت ظهرك للموضوع تركته يا برد الجو زي. آآ فهذا الانسان تعبان جدا يعني جدا جدا ارهق والتفكير فيك الزكريات في الماضي. آآ انسان كأنه بلف ظهره كل ما يجي يتذكرك او يطلع الماضي طبعك كأنه بمسك افكاره وبغصب وباخدها وبتاعك بيحملها وبروحة. آآ طيب خلينا نشوف. تفكيروا بيحكينا عنا خلينا نشوف شو المشكلة لبناتكم. المشكلة لبناتكم. عفكرة في شخص منكم او انتم اتنين وقفتوا قدام بعض واعدتوا تحاسبوا بعض على دخول الطرف التالت بناتكم او دخول شاء يخص العمل او شاء يخص العائلة. آآ عفكرة هذا الانسان كأنه محاسبتك الى او صراحتك الى ازعجته. خليته يحافظ على افكاره او يحافظ على كلامه عشان هو ما يزرجك. يعني تقريبا المشكلة هو شايفة بنظرة انك انت اجيت حاسبته على موضوع يمكن هو هذا الشخص ازاك فيه او حسيت انه غدرك فيه فانت رحت وقلت له انت بصراحة اعملتك انت خمتني دخلت طرف تالت بناتنا انت دخلت العائلة بناتنا انت يعني قعدت تحاسب فيه على كل اشي صار بناتكو. فهذا الانسان اللي هلأ اللي هلأ بفكر بكلامك اللي انت حكيت فيه ومش رضي يطلع من راسه هذا التفكير. فهذا الانسان حاليا هو شايف الاشي الواقف بناتكو انه الكلام اللي صار كأنه حاسك انت ما استشفيت اللي عنده فيك وانه انت زعلي عين قدرت ظهرك لهذا الانسان. اعتقد انه زعلك من هذا الانسان دخل طرف تالت بناتكو او دخل اه امور عائلية اه او مثلا هذا الانسان اه مثلا انت شايفه انه مؤد المسئولية يحمل مسئولية بيت اسرة. اه كمان انت شايفه كأنه اذا مسلا حكيه لك اه سامحني اه فقلت له لأ ولكن في اسامحك انت دخلت طرف تالت بناتنا. انت خنتني انت تركتني بوقت مسلا اه تركتني بوقت انا مسلا كنت محتاجك فيه فانت تركتني وروحت هيك. فهو شايفت انك انك انت ازا بده يجي ناحية بده تقعد تحاسب فيه على الماضي كلها لانك انت وقفت يعني ازا اجي ناحيتك بده تحاسبه على الماضي وهيك شايفت. يعني اه الاشي هو نظرته لك هيك. طيب. اه شو خطوطة القادمة اه الشخص هاد يرجع. بس هذا الشخص كان نقول اشي بده يجرب خوف المحاسبة. او هو بيستشفي حاليا من اللي صار فيه عنده حالة استشفاء. استشفاء من اه يمكن من ادمان. يمكن هذا الشخص مضمن. كحول او مضمن اه تفكير او مضمن على اشي. هو كأنه راح يستشفي هاد الشخص خطوته انه بديه يجي. واللي اثر فيه معك كأنه بديه يعطيك اياة اه فستو فست. يعني اعني الكاسة اللي انت شربتها بديه يشربك اياة. مش مسلا كاس بتاع زعل او اشلاك. كأنه بدي يجي يعمل صفحة جديدة معيك بداية جديدة. ممكن بلش فيها صداقة. من ناحيتك. لان هذا الانسان خطوة ورجوع. اذا حدا بسألني هذا الانتصال هل فيه رجوع او فيه رجوع. انا بحبت جدا هذا الانسان. يعني جدا. بفكر فيك جدا جدا. بفكر في الرجوع اذا الانسان. يعني التفكير مش هديان عنده حتى الباطنة. العقل الباطني من ناحيتك. عقل الباطنة بحبك يا اخي شو متفكد تانيك يعني. خلينا نشوفك انت يا برج الجوزاء. شو مشاعرك من ناحيته? وشو انت شايف العشك للي بناتكم? وكيف تفكر فيه? خلينا نشوف. اه مشاعرك من ناحيته انت حس انه هو طاقة مش شوية طبعا. هكتلكو فيه فرق بناتكم. حتى ما لكون هادا الانسان مستقر متزوج. وهو مسلا زعلان لانه استقر اه مع شخص اخر. او هو مستقر وما في بايده حي لانه يلفلكو لا يشوفكو. لانه اه 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 عفوا اه 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 زعلان على انه خسركو لانه هو مرتبط في اشياء تانية. اه كمان هادا الشخص اه انت يا ربي اه برج الجوزاء عفوا ما مش كأنك انت يا برج الجوزاء شايف انه هو توقف مش على وبرز وبرج الجوزاء كمان انت شايفه انه هو اه اه متعلق فيه جسديا وعقليا وعقلك متعلق فيه جدا لانه انت عقلك الباطني يعني بتحبه حب عفكرة انت بتحبه حب مش مشروط يعني حتى لو بيختلف عنك كل العادات التقاليد في المسافة اي اختلاف ده او مش شعور لانه هو بيكون مختلف عنك احتمال انت تكون مرتبط احتمال هو يكون مرتبط يعني احتمال انت تكون متزوج يا برج الجوزاء او عندك ارتباطات غير هذا الشخص وهو احتمال يكون كل مرتبط وعنده اختيارات غيرك بس هو يعني اذا انت بتسألني هو بحبني نفس انا الحبل بحبه وجدا جدا بحبك ومتأثر على غيابك بيفكر فيك 24 ساعة اه كأنه عنده انت مستقر في عقله الباطني في عقله الواعي حتى هو بحاول انه يخبي هاي المشاعر يخبيات التفكير حتى هو متباعد عشان ما تشوفه هو بشوف مسلا بفكر حتى لو حطيت لكم بلكان هو حاطه لانه عشان انتو ما تشوفوا مشاعره ما يزهر مشاعره قداركم فانا شايفك انت برج الجوزاء برضو انت تحبه جدا جدا وكأنك تنتظر اه انه يرجع انت مستنيه يرجع هادا الشخص ومستنيه يصير مصالحة بيناتك ومسامحة وانا بعرف برج الجوزاء وطيب وبسامح يعني ما بهمه يعني بس انا بعرف ان برج الجوزاء اذا سامح على الخيانة بحس ان الشخص خلاص مشكوك فيه يعني برج الجوزاء انت ما بحب بيش بالخيرة يعني هو اصلا برج متحيل طيب ام انت تفكيرك الواعي انت هلأ بتدور على استقرار مادي واستقرار عائلي انت تفكيرك انه انت بدك استقرار وبدك حب وبدك تسامح وحب وثلاث يعني كروت ريحالة وبزيادة يعني فانت عندك امية ان هتتحقق ان هادا الشخص يرجع ويصير فيه بينك واستقرار وعائلة انا اعتقد انه هكي هادا نحط فيه شوي نوع من انواع المستحيل انه يحصل مسلا استقرار الزواج لهيك انت بتفكر في الاستقرار وفي الزواج طب انت بنظرك في بجهة نظرك هذا الانسان كيف جرحك او شو انت كيف شعورك بالمشكلة انت شعورك بالمشكلة كما هادا الانسان لهلأ انت مجروح من الاشي اللي عمله وكأنك طالع يعني واقف على اجرك غصبا عنك لانه انت حاسس ان هذا الانسان رادر فيه دخل علاقة تاني اثناء علاقته معاك اه كمان هذا الانسان اه انت عفوا انت اه كأنك تطلع عليه من بعيد وبتراكب فيه بتشوف ايش بصير قاعدة في حياته وهل مسلا هذا الانسان اخد الكارمة اللي بيستهلها مع انك انت اعمالك يعني بتفكر انه يرجع لك بس كأنه انت بدك اياه الطرف اللي دخل بناتكو يتعبه زي ما هو تعبك كانت حاسس انه في المشكلة طبعتك يمكن اللي يشفيك العصائي البحيدة اللي تشفيك رجوعه انه يقول لك مسلا هذا الشخص اتعبني جدا وانا ندمان عليك وانا بحبك وكأنه انت قاعد هادا بتستنى في هادا اللحزة وانت قاعد بتراقها ونفس الاشي هو براكب فيك وبطل عليك وبس تعب نفسك نفسه نفس الاشي انتوا اتنين تعبنين مشاعدكو تعبانة من اه نحيطك تعبانة ومو انت من نحيطك مشاعدكو تعبانة طيب اا اا طيب شو الحل يا برجل الجوزاء. من الحل مع برج الجوزاء. الحل ان يا برج الجوزاء تطلع من الحيرة اللي انت فيها. اعتقد انت يا برج الجوزاء يمكن اه اتقدم لك عرض اه زواج او استقرار. اه فانت محتار بين انه الضلد اه على الماضي. اللي تركك مسلا غدرك او خانك او تركك عشان شخص اخر او تركك عشان العائلة او تركك ايا كان ولا تروح لاستقرار للعرض اللي جايك لان اعتقد انت يا برج الجوزاء جايك عرب وانت محتار فيه. كمان اه عندي احساس ان برضا في منكم يا برج الجوزاء انتو اغلقتوا على هذا الشخص يعني سكرته عليه مسلا السوشال ميديا سكرته مسلا ازا هو ساكن قبالك وسكرت الشبابيك قباله هيك. كانوا انتو مش خلينا يشوفكوا او ظهرين امامه. كان هم يعني النصيحة او الحلة المشكلة انه انت تطلع من الرابطة اللي انت فيها الرابط اللي حاطت حالك فيها. لان انت مسكر على ايه? اه يمكن حاطت عليه بلوكات اه ما بعرف انتو بتعرفه بس كانك انت مبعد عنه وتباعد ولانك انت تارك الاشي له مسلا للمصير انه يحل له. فاذا انت مسلا حاطت عليه بلوكات او هذا ارفع البلوكات اذا انت حابب طبعا تصلح العلاقة هاي. يعني اه افتح الابواب شوية او اذا انت جايب عرض استقرار غير هذا الشخص تقدر انه اه اه تنحلق تحط لهذا اه لهذا العرض حدود تختار وتريح بالك من التفكير لانا انت شايف المشكلة بنسي بالك اه متربتك جدا جدا. وكأنك انت واقف في عين عليك اه على اجريك الغصب وهو واقف على اجريك الغصب وانتو اتنين تعبانين من جهة بعض بتحبوا بعض بس في شوية حجزات منالك او اسوار عالية انتو مش قادرين تتعدوها. هون بيحكو لتي اندار في العاصفة انت لها برج جوزاء فهلا مانشو شهو اندار هاذا في العاصفة. ممكن هذا الشخص انه بده يجيك غطبان. مانا انشوف. بقول لك الحب اللي انت شاركته هو حب لا يموت. يعني هذا الحب اه انا حيستبر ده هيك انه استحالة يموت. حتى لو داخل هذا الانسان استحالة يموت. لو حتى فيه رغم الطعب. والفرق البناتكم. وفرق اللي يمكن فيه فرق مستويات. يعني انتم مسلا شايفكم هذا الشخص انكم مسلا مرتاحين مجديا. اه مرتاحين اسريا. بس هذا الانسان هو حاسس ان هذا الحب ما راح يموت. هو الحب الحقيقي هو الحب اللي ما راح يموت. يعني لانا فيه راجع لهذا الحب. عشان هي تحضر حيار جابوت الجوزاء لراجع زيها. وهذا الحب الذي لا يموت. اه كمان انا شايف فيه بعض منكم لراجع الجوزاء زي ما احكيت لكم. اه انتم معروضة عليكم كمان عرض غير هذا الشخص فانتم محترين بناتهم. اه خليما نشوف شو بيحكولنا هون. اه انت كان الناس انت كانك مستشار والناس اه تستشيرك. اه انت مستشار طبيعي ويستفيل كثير من الناس من التوجيهات والطمأنينه. يعني انت كانت معروضة جوزاء انه مو الناس بتجيب تستشيره. رغم طيبته وهذا بس هو قدع. فانت الناس بتستشيرك. فانت استشير نفسك. يعني شوف شو تكتمن في هذا الموضوع في الحيرة اللي انت داخل فيها. اطلع منها عشان هذا الموضوع اه يتحلحل. البرج الجوزاء اليوم متكراتة. طيب خلينا نشوف العاصفة اللي بنجدولنا فيه. شو هي العاصفة اللي جاي. الجاك يا برج الجوزاء. او زمحت لكم. من هذا الانسان يجي مصلا يجي مصلا يجي باجهكو مصلا بأسفة او بعصدية. او آآ بنانفزة. فهذا الانسان حضروا حالكم رجوع يعني رجوع بقولولكم مسلا ان امسكوا على عصابكم. آآ كابت القوة وتتسامح. انه هذا الانسان رح يجيكم. يمكن هذا الانسان يجيكم حامل همومه كتير. فمسلا كيف يحكي يجي في الشغل اللي فيكم. فهذا الانسان هيك بدي يجي. زي العاصفة بدي يجي. آآ عشان هو من الماضي الجوع من الماضي. وتسامح. حضروا حالكم لهذا الموضوع. بانه رح يصير مواجهات. انا بحس انه رح تصير محاسب في هذا الموضوع. عندي احساس كمان انه هذا الانسان مش تيجي مسلا آآ آآ يحكي لك مسلا عن سامحنا على رح يصير من قشحات بناتكو. فهادي العاصفة اللي رح تكون جايدة يا كرج جوزاء. متل ما احكيبتلكو. هدا الشخص جاهز للمواجهة. لانا تقريبا هدا الشخص طلع من علاقة اتعبة. علاقة يمكن هاد العلاقة كانت اثناء انتو كنتوا موجودين معاه. آآ فهدا الشخص كان بدي يجي آآ يفجر الموضوع قدامك. وآآ مسلا انا سويت وانا خنتك وانا هيك. فانا ندمان. فشو الحل? انا بدي ارجع. يعني هيك بدي يجي. وبدك انت هيك تطلع لانه واو يعني اجاي مسلا انه وكأنك آآ بدك كما تحملني جميلة انك راجع. فهيك رح تكون المواجهة. هادي هي. يعني معنكم عاصفة اللي تخذ. طب خلنا انا اخد شو نهاية القراءة هادي. هشو تكون سعيدة. او شو نهاية العاصف فائدكم. ازا انتو فقط التوازن. رحترجع لتوازنه. انا اعتقد انتو ازا متحايرين آآ في امرين شخصيا. او متحايرين ان الشخص هادا ليش يعمل هيك? او انتو اسكرتوا آآ هذا الباب لما الشخص هادا آآ دخل طرف تالت بناتكم. كمان انه انتو هادا نهايتها انه آآ رح يصير كلام بناتكم آآ يعني رح يصير كلام شفاء طيب يعني مش رح مسلا يصير لا سمح الله عابد فراء او يصير رحيل لا. كانوا هادا هاد دراجعة هادا الشخص هتوازنك يا برج الجوزاء وتوازن الشخص نفسه. آآ هون صح لانها برج الاسل يعني عشان عشان الابراج. وتلكوا يقراءات مائية وهوائية وكل الارتاقات موجودة هون وبرج جوزاء اكتر ايش الضوء عندي هي برج الجدي وبرج الجوزاء. آآ شكرا لكم برج الجوزاء آآ آآ اسف على الصوت اللي عندي معانش سنحوني. آآ وشكرا بنا بتبعتكم. اللي عجبوا الفيديو. آآ اشترك في القناة ويفعل الجرس ويحط لها في الفيديو. آآ وبأتمنى ان تمشي هذا ممتع بطوله.